أهلا بكم مشاهدينا طلاب الشهادة الإعدادية وحلقة جديدة من مدرسة على الهواء نلتقي بكم مع مادة العلوم وفي هذه الحلقة سنتناول بالشرح الفصل الأول من الواحدة الرابعة لانقسام الخلوي وطبعا بيساعدنا تلقي تليفوناتكم وأسئلتكم على تليفون البرنامج اللي حيظهر على الشاشة 257-56-187 سمحوا لي في البداية أرحب بضيف الحلقة الأستاذ محمد عبد المقصود خبير مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم أهلا وسهلا أستاذ محمد أهلا بيك أستاذ ياسر أهلا بحضرتك يعني طبعا دي آخر وحدة هنتناولها في المنهج الخاص بالفصل الدراسي الأول لكن حقيقة في البداية لو يعني ادت لنا بعض التطبيقات المهمة الخاصة بالوحدة التالتة قبل ما ندخل في الوحدة الرابعة تمام احنا بنقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم وبنقول لهم يعني أهلا بيكم معنا لولادنا وأهلا بتواصلكم وإحنا طبعا كنا في الحلقات السابقة اتكلمنا معهم على الوحدة التالتة تحديدا على الكون ونظرية نشأة الكون وعلى المجموعة الشمسية والنظريات اللي كانت بتوضح المجموعة الشمسية ويبقى دايما عندنا في كل وحدة بعض المعلومات الإسرائية أو بعض التطبيقات الحياتية أو بعض الأشياء أو الظواهر اللي بتكون مرتبطة بالمادة التدرسية نفسها في خلال الوحدة فيمكن احنا في الوحدة التالتة تحديدا كنا بنتكلم على تكون المجموعة الشمسية وإيه الظواهر اللي كانت يعني أو النظريات اللي كانت بتوضح نشأة المجموعة الشمسية طبعا أنا عشان أدرس الكون المفترض أنه بيكون فيه عندي بعض الأجهزة عشان أطلع إلى الفضاء المفترض أنه فيه عندي بعض الآلات وبعض المعدات اللي هي بتساعدني فيه الصعود إلى الفضاء فالكتاب بتاعنا دايما بيحطنا بعض التطبيقات هنحاول ناخدها كده بسرعة بحيث طبعا هي بتبقى معلومات إسرائيلية ما بتبقاش معلومات امتحان أو سؤال في الامتحان بس بنحب أولادنا يستفيدوا منه يعني يمكن إحنا بندرس المجموعة الشمسية أو بنبدأ نكون صور للمجموعة الشمسية من خلال بعض التلسكوبات وطبعا التلسكوبات دي نوعين فيه تلسكوبات كاسرة وفيه تلسكوبات عكسة ودائما التلسكوب الكاسر هو اللي بيحتوي على عدسات لأن العدسات هي اللي بتكسر الدوق إنما التلسكوبات العاكسة هي اللي بتحتوي على مرايا لأن المرايا بتعكس الدوق يعني دي معلومة برضو مهمة لأننا عندي نوعين من التلسكوبات فيه تلسكوب عاكس وكاسر فولادنا كنا دايما وحنا بنقارن ما بين العدسات والمرايا بنقول إن العدسات بتبقى أوصات كاسرة إنما المرايا أوصات عكسة للدو فعندنا مثلا هيشوفوا معايا كده تلسكوب هابل وناخد فكرة عنه في الداتا شو بتاعتنا يعني ممكن إيه هو تلسكوب هابل ده فبنقول إنه أطلق تلسكوب هابل الفضائي في نيسان إبريل 1990 وهو بيدور حوالينا الأرض على ارتفاع أو علوه 500 كيلو بيجمع من موقعه صور بيرجع عمرها إلى ملايين السنين طبعا بيجمع صور بتتيح للفلاكيين فرصة الاطلاع على تكون الكون بعد الانفجار العظيم بيقوم على صيانة هذا التلسكوب في الفضاء دوريا رواد من المكوك الفضاء يبقى إحنا عرفنا كده فكرة عن التلسكوب هابل اللي هو يعني أطلق سنة 1990 وبيدور على ارتفاع 500 كيلو متر معنا أول اتصال من أسماء نبدأ أهلية أهلا بك يا أسماء أسمعيكم وعليكم السلام أسمحت عايزة السئلي عايزة السئلي طيب إحنا كنا متوقعين أن طلاب الشهادة العددية عندهم أسئلة كتير من منهج برضو صعب واضح أن أنت كله تمام عندك طيب أسماء إزايك عاملة إيه؟ الحمد لله الحمد لله أنا أسألك سؤال بسيط كده بس عشان إحنا في بداية الحلقة يعني مش عايزين إيه آآ نصعب الأمور أنا بس عايزك تقول لي هو فيه فرق ما بين السرعة القياسية والسرعة المتجهة؟ أيوة السرعة القياسية ما أيوة؟ بتبقى المسافة الكلية على الزمن الكل السرعة المتجهة بتبقى الإزاحة الكلية على الزمن الكل طيب إيه اللي فرق هنا؟ ها؟ إيه اللي فرق؟ السرعة القياسية بتبقى مسافة الكلية اللي بقطعها الجسم على الزمن الكل أما السرعة المتجة بتبقى الإزاحة تمام برافو عليك والفرق هنا اللي غير لي كلمة قياسية على المتجة هو المسافة والإزاحة لأننا عندنا المسافة دي بتعتبر كمية فيزيائية قياسية أيوة وصفاء على المتجة كمية فيزيائية ومتجة تمام برافو عليك طبعا أنا هقولك كده لو جسم دار حول محيط دايرة أو حوالين دايرة حول محيطها وبدأ من نقطة ألف وأكمل دورة كاملة فالإزاحة بتاعته تبقى إيه بتسوي صفر لأنه عاد نفس الموضع بداية لأنه موضع بداية للحركة هو نفس الموضع النهائي لها تمام برافو عليك يعني الإزاحة هنا بتسوي صفر لأن انطبقت نقطة النهائي على نقطة البداية تمام ماشي أسماء خليك معنا كده يعني هنخش في حاجات كويسة كده فعايزينك برد تبين سابع عليك رسا ندي مساحة أكتر لغيرها يتصل بشكرك أسماء من دا أهلية شكرا لك تمام بنروح بعد كده لحاجة برضو في الفضاء يعني بتبقى متعودين عليها أو بنسمعها عنها اللي هي زي الفضاء أو الزي الفضائي طبعا برضو دا معلومات للطلبة بنقولها لهم بنقولهم أن الرواد الأوائل كانوا بيرتدوا بدلة فضائية واحدة للرحلة كلها يعني كان رائد الفضاء بيلبس بدلة واحدة ياخدها معاه في الرحلة بيطلع بيها في المركبة الفضائية بتاعته وبينزل بيها على سطح مثلا الجسم الفضائي وبيعود به أما اليوم فبيرتدوا ملابس بتختلف باختلاف ما يقوم به رواد الفضاء من مهام طبعا في بدلة للسفر ذهابا وإيابا إلى الفضاء وفي ملابس عادية مصممة خصيصا للارتداء داخل المركبة الفضائية وهي في مدارها يبقى دي برضو معلومة عن زي ما بنقول الزي الفضاء في بقى ظاهرة بنتكلم عنها اللي هي ظاهرة انعدام الوزن بنقول أن شدة جاذبية الأرض المستمرة على أجسادنا أو على أجسامنا بتكسبنا وزن لأن احنا ما بنعرف الوزن بنقوله وقوة جذب الأرض للجسم فجاذبية الأرض لأي جسم بتكسبه وزن لكن في مصعد هابط بسرعة الإنسان بيحس أن وزنه خفيف جدا يعني في عملية النزول الزاهرة دي بتحدث في المركبة الفضائية بيهوى رواد الفضاء في داخلها بالسرعة نفسها فتنعدم أوزنهم ودلوقتي فيه تجارب بتتم على الحيوان والنبات في الفضاء لدراسة تأثيرات انعدام الوزن عليها وبتجرى بعض التجارب العلمية التي لا يمكن إجراءها على سطح الأرض يبقى دي حاجة بتخص انعدام الوزن فيه برضو عندنا في التطبيقات اللي موجودة على الوحدة بعض الأمراض زي السرطان أو الورم ده بيحدث عندما تنقسم خليط الجسم بشكل مستمر بصورة غير طبيعية طور العلماء باستخدام تكنولوجيا النانو طبعا كلنا بنعرف علم النانو تكنولوجي وهايدروسوف أول سنوي تحديدا قنابل مجهرية زكية بتخترق الخلايا السرطانية وتفجرها من الداخل وده كان دور كبير عمله الدكتور مصطفى السيد وده عالم مصري ازاي بنكشف عن السرطان استخدم جزيئات نانونية من الدهب وبتبدأ التقنية بتحميل بروتين لها خاصية الالتصاق بإفرازات الخلية السرطانية بجزيئات الزهب وحقناها للمريض فبتلتسك البروتينات بسطح الخلية وبيصبح من السهل رصد الخلايا المصابة ورؤياتها بالميكروسكوب تب العلاج بيتم تركيز ضوء الليزر على جزيئات الزهب فتمتص طاقة الضوء وتحوله إلى طاقة حرارية الطاقة الحرارية دي بتؤدي إلى قتل الخلايا المصابة يبقى احنا كده قدرنا نستخدم النانو تكنولوجي اللي هي بنسميها الجزيئات بتاعة الزهب في علاج بعض الأمراض زي مرض السرطان معنا اتصال آخر من رمضان من أد أهلية أهلا بك يا رمضان عليكم السلام ازاك يا حبيبي عامل ايه الحمد لله اخبارك عندك اسئلة يا رمضان اه عندي سؤال ايه اتفضل اقول ازا تحرك جسم من السكون فوصلك سرعته إلى عشرين كيلو متر إلى عشرين كيلو متر على الساعة بعد خمس ثواني عشرين كيلو متر في الساعة بعد كم ثانية؟ خمس ثواني بعد خمس ثواني تمام يحسب العجلة تمام التي يتحرك بها الجسم يحسب العجلة التي يتحرك بها الجسم السؤال الثاني والسؤال الثاني اتفضل وانا حاسس كده ان اولادنا بيسألونا كتير قوي في الوحدة الاولى اللي كنا بنحسب فيها السرعة والسرعة المتجهة والعجلة لان فعلا فيها قوانين وفيها مسائل فانا بقول له خد بالك ان انت عشان تحل اي مسألة بيبقى في عندك معطيات انت بتاخدها من السؤال يعني السؤال بيقول لي اذا تحرك جسم من السكون يبقى معنا كلمة السكون انا بس بعد لكم الحتة دي تاني كده ان عين الابتدائية بتاعته اللي هي عين واحد بتساوي صفر يبقى الجسم ده كان ساكن يبقى انا استفدت من كلمة السكون ان عين واحد او السرعة الاولية او الابتدائية بتساوي صفر فوصلت سرعته الى عشرين كيلو متر في الساعة يبقى دي عين النهائية او عين اتنين اللي احنا بنسميها عين النهائية هتبقى عشرين كيلو متر لكل ساعة في زمن مقداره خمس ثواني يبقى عندي الزمن هنا بيساوي خمسة ثانية يبقى أنا كده خرجت بكل المعطيات اللي بتساعدني في حل المسألة طيب ازاي هقول له ان العجلة لان احنا عندنا القانون بيقول ان العجلة بتساوي عين اتنين اللي هي السرعة النهائية سالب او ناقص عين واحد اللي هي السرعة الاولية على الزمن طيب أنا عندي عين اتنين بكام ادهالي بعشرين تمام سالب عين واحد ما ادهاليش لكن احنا حلناها اهو في الاول وقلنا ان بدل الجسم بدأ من السكون تبقى عين واحد بتساوي صفر يبقى عشرين سالب صفر على كام على الزمن اللي هو خمسة هيبدأ يديني طبعا عشرين سالب صفر هتبقى عشرين على خمسة هتديني اربعة اربعة وطبعا الاشارة بتاعتي هنا مجابة لاني عشرين مجاب على خمسة يبقى فيها اربعة اربعة ايه بقى كيلو متر لكل ساعة تربيع لسبب هنا ان انا بعمل عجلة العجلة دي معادة للتغير في السرعة وخد بالك ان عين طلعت معاك اربعة قيمة مجابة معنى كده ان العجلة دي حتى كم ممكن رمضان يسألني فيها يقول له او يجيله في الامتحان يقول له نوع العجلة فاقول له ان العجلة هنا تزايدية يعني ايه عجلة تزايدية يعني السرعة بتاعتها بتزيد بمرور الوقت السرعة بتتغير الى الاعلى معناها ان السرعة النهائية بتكون اكبر من السرعة الابتدائية السؤال التاني اللي سألهن رمضان عن دوران الارض في مدار محدد حول الشمس طبعا كل الكواكب بتدور في مدارات محددة حول الشمس ده نتيجة ايه نتيجة الجاذبية لان الشمس بتجذب كل الاجسام الفضائية المحيطة بيها بقوة جذب وقوة الجذب دي زي ما قلنا ان قوة الجذب بتتناسب طردي مع حاصل ضرب الكتلتين على مربع المسافة بينهم يبقى انا هنا لما باجا اتكلم واقول ان الجسم بيدور في مدار محدد حول الشمس اقول له ده بفعل الجاذبية لان الجاذبية هي اللي بتجعل كل الكواكب تدور في مدارات محددة حول الشمس والعلاقة هنا بتبقى حاصل تتناسب طردي اللي هي قوة الجذب ما حاصل ضرب الكتلتين تمام كده وعكسي مع مربع المسافة بينهم اذا بيكون هناك علاقة ما بين حاصل ضرب الكتلتين اللي هي قتلة الاجسام وما بين مربع المسافة بينهم اللي هو بيدين الجاذبية عشان كده بيكون مدار محدد لكل كوكب في دورانه حولين الشمس اللي هي الجاذبية هي اللي بتخلي كل الكواكب تدور في مدارات محددة حول الشمس وده برضو كان من الاسئلة المهمة والاسئلة الكويسة اللي احنا تسألنا فيها لو بصينا مع بعض بقى 했는데 نشوف كده احنا هنتكلم النهاردة عن إيه هنتكلم النهاردة بقى في الوحدة الرابعة بعد ما ادينا بعض التطبيقات اللي كانت على الوحدة الثالثة وبعض المعلومات بنبدأ في الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة دي بنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا وهي الانقسام الخلوي عملية الانقسام بتاعة الخلية طب ما الأول نعرف ايه هي الخلية يعني عشان نتكلم على انقسام الخلية ما نقول مع بعض الأول هي ايه الخلية طبعا تعريف الخلية ده احنا خدنا من المرحلة الابتدائية بنقول دايما ان الخلية هي الوحدة التركبية والوظيفية للكائن الحي اي كائن حي زي ما كنا بنشوف في المرحلة الابتدائية بيتركب من لو انا خدت اي جسم بقول انه بيتركب من اجهزة كل جهاز بيتركب من مجموعة من الأعضاء كل عضو بيتركب من مجموعة من الأنسجة كل نسيج بيتكون من مجموعة من الخلايا فيبقى عندي هنا تعريف الخلية هي الوحدة البنائية للكائن الحي طب الخلايا اللي موجودة جوه الجسم كلها شكل بعضها أقولك لا أنا بميز نوعين من الخلايا جوه الكائن الحي فيه نوع من الخلايا بنقول عليه الخلايا الجسدية وفيه نوع تاني بنقول عليه الخلايا التناسولية نشوف مع بعض كده يعني لو أنا تكلمت عن الخلايا فبيبقى عندي فيه نوعين من الخلايا النوع الأول بنطلق عليه اللي هي الخلايا الجسدية تمام والنوع الثاني بنقول عليه الخلايا التناسلية طب هو بيفرق معايا أن أنا أقول أن فيه خلايا جسدية وفيه خلايا تناسلية أه طبعا لأن الخلايا الجسدية دي لها طريقة انقسام يعني بتنقسم بطريقة تختلف عن الخلايا التناسلية فبنقول إن الخلايا الجسدية بتنقسم انقسام ميتوزي تمام؟ يعني طريقة الانقسام في الخلايا الجسدية اللي هي موجودة في جميع خلايا الجسم بيكون الانقسام بتاعها انقسام ميتوزي طب إنما الخلايا التناسلية بيكون نوع الانقسام بتنقسم الخلايا التناسلية انقسام ميوزي طب هو إيه الانقسام الميتوزي وإيه الانقسام الميوزي هناخد بالتفصيل دلوقتي ونشوف معنا بعض الفيديوهات اللي هتوضح لي عملية الانقسام سواء كان الانقسام الميتوزي أو الانقسام الميوزي طيب خلاصة الكلام كده الخلية الجسدية بتنقسم الانقسام الميتوزي يعني ايه انقسام الميتوزي يعني بتديني خليتين كل خلية جسدية بتنقسم إلى خليتين متماثلتين تماما تشبه الخلية الأم طيب أنا بعرف ازاي لأن كل خلية بتحتوي على بنقول عليها أجسام مراسية بيطلق عليها الكروموسومات وهناخد دلوقتي تركيب الكروموسوم اللي هو بيحمل المادة الوراثية فاتفق العلماء على أن عدد الكروموسومات في جسم أي كائن حي طبعا هو بيختلف في جسم الإنسان بيبقى 46 كروموسوم طيب لما أجي في بعض الكائنات بتبقى ممكن 18 في بعض الكائنات بتبقى 26 طيب إحنا عايزين نحط يعني معيار أو تحديد لعدد الكروموسومات اللي هي موجودة في خلية الكائن الحي فاتفقنا أن احنا نقول أن عدد الكروموسومات اللي موجود في أي خلية بنقول عليه 2 نون بنقول تاني عدد الكروموسومات اللي موجود في أي خلية بنقول عليه 2 نون يبقى ده عدد الكروموسومات الكامل اللي موجود في أي خلية يبقى أنا لو عندي برضو الخلية هنا هي فيها 2 نون طب الخلية الجسدية بتنقسم إزاي؟ قلنا انقسام ميتوزي يعني إيه انقسام ميتوزي؟ يعني الخلية لـ 2 نون دي بتنقسم إلى خليتين تمام خليتين متماثلتين تماما زي الام يعني الخلية دي اتنين نون تنقسم الى خليتين زيها بالزبط اتنين نون يبقى عدد الكروموسومات هنا عدد كامل وعدد الكروموسومات هنا عدد كامل يعني انا كأني الخلية الوحدة هي انقسمت الى خليتين متماثلتين تماما للخلية الام معنى كده ان الصفاتها تبقى واحدة طب ايه الهدف الهدف هنا لو انا خدت بالي خلية تبقى اتنين يبقى أنا بعمل مضاعفة الخلايا الموجودة داخل الجسم إذن أنا بساعد الجسم على النمو يبقى أنا بخلي الجسم يكبر لإني بضاعف عدد الخلايا الموجودة فيه تابوا إيه كمان؟ إن أنا بعوض الخلايا التلفة لو عندي خلايا تلفة فما بنتك خلية ممثلة لها يبقى أنا بعوضها بدليل إن إحنا لما بيحصل أي جرح يعني فيه إصبح أي حد أو في يد أي حد بيلتأم الجرح يعني على طول إن شاء الله فده معناه إن فيه خلايا متمثلة للخلايا الأصلية نتجت اتصال يومنا من إد أهلية أهلا بك يا يومنا أهلا بك يا مستر دو زاك يومنا عاملة إيه؟ الحمد لله أنا عندي سؤال اتفضل يهولي اتفضل يومنا ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ وضع جسم إذا وضع جسم بين بقرة المرآة بين بقرة المرآة المقعرة وكطبها وقطبها وسؤال ثاني تمام تفضلي وضعت مرآة مستوية وضعت مرآة مستوية على يسار السائق على يسار السائق بدلا من المحدد بدلا من المحدد ايه اللي يحصل عادي جدا وفي سؤال كمان تفضلي يوم سيارة تتحرك سيارة تتحرك بسرعة 8 متر كل سنة بسرعة 8 متر 8 متر كل سنة استخدم السائق الفرامل تمام استخدم السائق الفرامل لتقليل السرعة ايوة فتناقصت بمعدل 2 متر كل سنة تربيع احسب بقى ايه احسب سرعته بعد مرور احسب سرعته بعد مرور 12 سنة بعد مرور 12 سنة من لحظة الضغط على الفرامل تمام من لحظة الضغط على الأيه؟ الفرامل الفرامل أنت بس خليك معي أنا هجاوبلك الأسئلة بس أنا عايزة أسألك في حتة صويرة نعم مسألتك الأخيرة كده عشان هي المسائل دي هي اللي أنا بحس أنها يعمل معاكم شوية مش كده؟ بيقول لي السيارة بتتحرك بسرعة 80 متر لكل ثانية استخدم السائق الفرامل تمام؟ أه فقلت سرعتها بمعدل كم؟ 80 متر لا قلت السرعة بقى بمعدل 2 متر لكل ثانية تربيع أنا عايزك تقول لي إيه 80 متر لكل ثانية وإيه 2 متر لكل ثانية تربيع مش هي اللي 2 متر هي العجلة اللي 2 متر لكل ثانية تربيع هي دي العجلة برافو عليك أنا كنت عايزك تبقى فهم الحتة دي لكن 80 متر لكل ثانية هي دي السرعة الإيه؟ اللي ابتدائية اللي ابتدائية اللي أنا كنت ملاحظة السيارة عليها أو بدأت السيارة ملاحظتها من عالية تمام كده؟ وعندك أنت بقى الزمن 12 ثانية يبقى كل حاجة في القانون موجودة عندك سرعة ابتدائية عندك عجلة وعندك زمن يبقى ناقص أجيب السرعة لإيه إنها إيه تعرفت حليها ولا حليها لك بقى واتتابع معي شكرا لك يومنا من الدأهلية كل الاتصالات لحد دلوقتي من الدأهلية فين بقيت المحافظات هنحل برضو سؤال يومنا لأن المسألة جميلة جدا إحنا متفقين أن العجلة بتساوي عين اتنين سالب عين واحد على الزمن طبعا هنا العجلة الدهالية هو العجلة الدهالية هنا أنا بس كنت عايز أقول لها أن العجلة الدهالية دي المفترض أن أنت كنت ملتيني كلمة اسمها سالب اتنين متر لكل سانية تربيع لأن دي عجلة تناقصية لأن دغطت على الفرامل فأكيد أكيد لو بصت يومنا في المسألة هتلاقي أن وطبعا إحنا هنفهمها يعني حتى لو ما تقلتش هنفهمها بس إحنا لازم نكتبها بالسالب لأن دي عجلة تناقصية لأن بدأت أضغط على الفرامل عايز أنا عين اتنين سالب عين واحد عين واحد اللي هي 80 متر لكل سانية والزمن عندي كام والزمن عندي 12 يبقى كل بنود المسألة موجودة معايا يبقى أنا سهل أوي حسابيا أن أطلع عين اتنين بس خد بالك أن العجلة بتاعتي سالب اتنين متر لأن العجلة هنا عجلة تناقصية لأن السيارة كانت بتدور بسرعة أو بتتحرك بسرعة وبدأت أضغط على الفرامل فبدأت السرعة هتقل تدريجيا لحد بالمعدل اللي إحنا مديين واللي هو العجلة لحد ما وصلت إلى السرعة كان بقى إلا أنا هتلحها بمعرفة الزمن ومعرفة السرعة الأولى سؤالها الأولاني كان بيقول لي ماذا يحدث إذا وضع جسم بين بؤرة المرآة المقعرة وقطبة طبعا إحنا الأسئلة دي اتفقنا عليها وإن طريقة الحل لها أو طريقة المعالجة لها إن أنا ما بخدش السؤال سؤال نظري أنا باخد السؤال وبحوله عندي إلى رسم لأن إحنا اتفقنا في حالات تكوين السور في المرايا والعدسات إن أنا مش عايز أحفظ خصائص صورة لا ده أنا عايز أحط الجسم في المكان الصح بتاعه وأبدأ أشوف أنا الصورة هتتكون إزاي وأقول له هيحصل إيه فتعالوا مع بعض كده نرسم مرآة مقعرة هو بيقول لي ماذا يحدث إذا وضع جسم بين بؤرة المرآة المقعرة وقطبة يبقى أنا هرسم له الأول للمرآة المقعرة طبعا مرآة مقعرة بتبقى جزء من كرة طبعا عشان أخليها مرآة أنتوا عارفين هي كده مش مرآة خالص المرآة بيبقى لها سطح لامع وسطح مسكول فأنا برسم كده يبقى السطح العاكس أو اللامع جوه وسطح المسكول برا يبقى أنا كده رسمت له فعلا مرآة إيه مرآة مقعرة طبعا هنا بيبقى عندي المحور الأصلي المحور الأصلي بتحدد على طول ب اللي هي البقرة وميم اللي هي مركز التكاور بتاع المرآة وطبعا هنا النقطة دي بتبقى قاف يبقى أنا بس برضو احنا بنراجع على أكتر من حاجة ميم هي مركز الكرة اللي بتكون المرآة جزء منها لو كملتها دايرة كده يبقى دي مركزها به اللي هي البقرة أنا أحط الجسم فين بقى وضع جسمي في المكان ده شايفين ما بين البقرة وما بين القرب يبقى أنا بحول السؤال بتاعي إلى رسم توضيحي كده أول شعاع طبعا اللي بيخرج موازي أهو وأحط العلامة بتاعته بيرجع أهو بينعكس ويرجع مر بالبقر يبقى كده مر بمين بالبقرة أهو رجع طب تاني واحد أنا مش لقيه ده أنا لازم يمر بالبقر عشان يرجع موازي هنا أجيبه مر بمركز التكاور وده اللي بينعكس على إيه على نفسه يبقى أنا لو عملت الشعاع ده كده مر بمركز التكاور أهو بيمر طبعا بالجسم بتاعي فهلاحظ أنه سقط كده بيرجع كده يبقى منعكس على نفسه لو تلاحظوا الشعاعين اللي راجعين ده رجع كده وده رجع كده اللي اتنين مش هيتقابله لكن لو عملت امتداد أهو يبقى كده الامتداد هو اللي طلاقه يبقى هم الشعاعين المنعكسين ده وده مش بيطلاقه لكن لو أنا عملت امتداد ليهم يبقى هيتلاقه فالصورة هنا هتبقى صورة إيه؟ تقديرية فيه فرق ما بين الصورة اللي بتيجي نتيجة طلاق الأشعة المنعكسة وفيه فرق ما بين الصورة اللي بتيجي من طلاق امتداد الأشعة المنعكسة هيديني صورة تقديرية هذه الصورة التقديرية هي بنعملها بالشورة كده يبقى ما بيقول لي ماذا يحدث يبقى هتتكون صورة تقديرية معتادلة مكبر يبقى جابت على السؤال أنا اللي أراها من الشكل بتاعي هو صورة تقديرية ولو قال لي ليه لأنها جاي من طلاقي امتدادات الأشعة ولا يسأل الأشعة المنعكس طيب الصورة معتدلة فعلا لأن رأسها الفؤة هي ومعتدلة ومكبرة لأن أدي الجسم وأدي إيه الصورة فأنا هقوله بيقول لي ماذا يحدث سأقول له هتتكون صورة تقديرية معتدلة مكبرة للجسم اللي وضع ما بين البقرة وما بين قطب المرئة. هل شايف فيه تلفون ثاني؟ رحنا بقى السهاج معي أنا نبيها أهلا بك يا نبيها نازيها أهلا بك يا نازيها الآثين واحد يعني إزاي كعملة إيه؟ تمام عندك أسئلة؟ لا أنا عايزة شارك عايزة شاركي طيب أنت عايزة شاركي، عايزة سؤال يعني طيب أنا عايزة أليك سؤال أنا ممكن أسئل فأي طيب إمتا بيتطبق مقدار كل من الإزاحة والمسافة؟ الإزاحة والمسافة؟ يعني إمتا يبقى قد بعض؟ إمتا بيبقى قد بعض؟ بيبقى واحدة بتبصي معي على الشاشة وأنا دايماً أسئلتي بتبقى أصعب من المدرسين على فكرة لا أسرحنا بيبقى أداءنا يعني حاسين بيهم طب نازيها أنت معي أيها معي شايفانا يعني أو شايفك طب بصيلي كده لو أنا عندي أدي نقطة ألف شايفاها هو السؤال معنا لا سؤال جميل دي نقطة ألف شايفاها شفتيها معي الجسم تحرك في خط مستقيم في اتجاه معين فوصل لبه أيها تمام المسافة من ألف لبه 20 سنتي في الاتجاه ده طبعا من ألف لبه شوفين اللي أنت بتعملها في الرياضة كده صح ايضا كده من ألف لبه راح من ألف لنقطة مين به يبقى دي المسافة اللي هي من ألف لبه 20 كام سنتي 20 سنتي طيب والإزاحة تبقى كام 20 20 يبقى إذا تحرك الجسم في خط مستقيم في اتجاه معين يبقى الجسم لو تحرك في خط مستقيم في اتجاه معين يبقى في الحالة ديت أهو جسمي مش في خط مستقيم في اتجاه معين يبقى هنا في الحالة دي لو قستي المسافة هتطلع حياة مين الإزاحة عايب في امتيها ولا لسه عايب في امتها طيب الحمد لله عندك سؤال تاني لها هسألك أنت سؤال بقى صغير ماشي تفضل طيب ايه الفرق ما بين العدسة والمرئة العدسة والمرئة العدسة لها ستحان كريين إنما مرئة لها ستح واحد يعني العدسة ممكن يكون لها ستحان كريين سواء كانوا مقهرة أو محدبة تمام مرئة لها سطح واحد مكعر و سطح واحد محدبة تمام بس كده ناخد يبالك ونشرح العدسات كنا بنقول ممكن يكون لها ستحان كريين ممكن يكون لها سطح كري والآخر ايه مستوي محدب مستوي ايه فاكرة دي يعني لو بصيت معي تاني كده انت بتتكلميني دلوقتي على عدسة محدبة فهي كده العدسة المحدبة صح ايه مش دي عدسة محدبة ايه طب مش ممكن عملها كده ما هي ده برضو كده عدسة محدبة صح هايبقى لها سطح كري والآخر مستوي لكن دايما دايما وانا عمال اأكد عليكم ايه الفرق ما بين العدسة والمرئة ان العدسة دايما اجسام كاسرة للضوء كاسرة للضوء يعني الضوء بيمر من ايه من خلالها ويعاني انكسار عارف انكسار يعني ايه يتغير مصاره ايه وانما المرئة لها سطح لامع وآخر معطن تمام يعني بتعمل ايه بقى السطح اللامع ده بيعمل ايه بيعكس نعم بيعكس الدوء برافو عليك يبقى انا هنا العدسة اجسام كاسرة للضوء انما المرئة اجسام عكسة المين نعم تمام اه فهمتي الفرق ده يعني دايما لما اقول فرق اقول فرق اباين يعني بيبين دي عندي الاتنين بيختلفوا عن ايه عن بعض دي اجسام كاسرة للضوء انما دي اجسام عكسة المين للضوء وطبعا المرايا لها انواع مرايا مستوى مرايا كورية إنما العدسات بنأخذها العدسات المحدبة والإيه والمقعر شكرا لك شكرا لك حديث شكرا نزيحة من سوهاج شكرا لك نرجع للدرس تمام نعم عايزة سؤال تاني طيب عايزة سؤال تاني عايزة سؤال تاني طيب قوليلي كده يعني ببساطة كده لا لا أنا عايزة معايزة أنا عايزة أكثر أنت عندك سؤال أنت عندك سؤال قولي لنا سؤالك طيب تفضل حضرتك شويو بالإستار لما كنت تشرحه أيوة ذكرت الزبابة الطائرة بس هي أصلا مش موجودة عندي حاجة يعني زبابة الطائرة في الكتاب يعني فأنا كنت أحبك ألا تمام هو ده مرض اللي احنا بنقول عليه عتمت العين أو الكاتر راكت وده المضاعفات بتاعته اللي احنا بنقول عليها كده هو ده في التطبيقات لك التطبيقاتنا بتجيش في الامتحان زي ما قلنا النار تمام شكرا شكرا يا نزيحة طيب بنبدأ بقى في درسنا اللي هو الانقسام الخلوي وبنقول هنا أن الخلايا عندي نوعين من الخلايا حابب يشوفوا معي برضو بالداتا شو كده نوعين الخلايا أنا عندي نوع بنقول عليه أن أجسام الكائنات الحية كلها عديدة الخلايا بتحتوي على نوعين لأن في أجسام بتبقى وحيدة الخلايا زي البكتيريا فيبقى فيها نوعين من الخلايا الخلايا الجسدية والخلايا التناسلية طبعا كل نوع بينقسم بطريقة خاصة هنشوف مع بعض بس كده مراحل أولية عشان معايا فيديوهات عايزي أخليوهم يشوفوها ما هي عملية الانقسام الخلوي ايه هي عملية انقسام الخلية هنشوف كده عملية الانقسام الخلوي اللي بيحدث فيه الكائنات الحي بنقول هنا ان تنقسم الخلية الجسدية زي ما اتفقت معاكم انقسام 100 والانقسام 100 بيؤدي isso لان هنا الخلية بتنقسم الى خليتين متماسلتين تماما يعني الواحدة او اتنين نون كرومزوم بت dinي اتنين كل واحدة 2N كروموزومس برضو أو 2N كروموزومس ده بيفيد في إيه؟ في النمو وتعويض الخلايا التالفة زي ما كنت بتكلم ودخل علينا السؤال اللي احنا خرجنا من الموضوع طب الخلايا التناسولية بقى الخلايا التناسولية بطريقة الانقسام فيها انقسام ميوزي يعني إيه انقسام ميوزي؟ يعني انقسام اختزالي تمام؟ يعني الخلايا اللي هي 2N كروموزومس بتنقسم إلى أربع خلايا كل خلايا فيها N كروموزومس ازاي؟ يعني تعالوا نشوف كده بالرسم ادي هناخد هنا انقسام ميوزي انما هنكتب هنا انقسام ميوزي ادي الخلية الأصل اللي هي 2N دي بتنقسم إلى خليتين شكل بعض بالزبط كل واحدة 2N يبقى دي كأنها بصت قسمت ههي ادتني 2 شكل بعض بالزبط يبقى دي 2N ودي 200 نون طيب هنا بقى الخلية الأصلية هي اللي هي 2N كروموزومس او 2N دي بتنقسم إلى ايه؟ بصوا بقى الانقسام هنا بتنقسم إلى أربع خلايا كل واحدة بتحتوي على نصف عدد الكروموزومات اهو يبقى هنا الخلية الواحدة انقسمت إلى خليتين متمثلتين يعني بتوش بالخلايا الأم إنما الانقسام الميوزي هنا الخلية الواحدة انقسمت إلى أربع خلايا كل واحدة N كروموزومس اللي هي بنقول فيها ايه؟ نصف عدد الكروموزومات طيب دي بتفيد في ايه؟ قلنا بتفيد في النمو اهي وتجديد التالف تجديد التالف طيب إنما دي بتفيد في ايه؟ ايه أنا محتاج خلية تبقى فيها نصف العدد فين؟ اللي فيه تكوين الأمشاج في تكوين مين؟ الأمشاج ايه هي الأمشاج دي؟ الخلايا التناسلية المذكرة والخلايا التناسلية المؤنسة هنكمل بس بعد إسرائيل معنا إسراء من أسوان أهلا بك يا إسراء أهلا بك يا إسراء إسراء أهلا أيوة أهلا يا إسراء إزاي؟ تمام الحمد لله أعمل إيه؟ تمام علي صوتك شوية بس يا إسراء حاضر تفضلي عندي سؤال مع جديد تفضلي يا إسراء أكمل أكمل وضع جسم وضع جسم أمام مرآة مقعرة أمام مرآة مقعرة أهلا على بعد معين على بعد معين من كتبها من كتبها أيوة تمام فتكونت لا فلوحز عدم تكون صورة فلوحز عدم تكون صورة لهذا الجسم لهذا الجسم على حائم لهذا الإيه؟ الجسم على الحائل على الحائل تمام ويرجع سبب ذلك إلى نوعات يرجع سبب ذلك إلى إيه؟ نوعات تمام طب أنت تقدر تقول لي أم لا يعرفها؟ لا بس أنا لا فهم أن أنت لسه ما شوية قاية المسألة أنه كان في الموضع ما لنهاية بالنسبة للمرأة؟ لسه قايلين إيه؟ المسألة لسه شريحة بالرسم لأ إحنا كنا حالين سؤال دلوقتي لو وضع ما بين البقرة والقض أيها هو ده؟ مش هو ده بقى الدوكة تتكونت له صورة فاكرة؟ اه تتكونت له صورة تقدرية معتادلة مكبرة فاكرة؟ اه لأن هنا الأشعة لما انعكست مش هتطلاقة فلو عملت امتدادات للأشعة المنعكسة هاللي امتدادات هي اللي بتطلاقة وطالما الامتدادات هي اللي طلاقت يبدأتني صورة تقدرية وشفتها كانت معتادلة مكبرة واحنا بالرسم بنبين هنا بقى انت حطيتي جسمه قدام مرأة مقعرة فما شفت له الصورة على الحق صح؟ اه ايه السبب؟ بصي معايا كده لو أنا عندي دلوقتي قادي المرأة المقعرة اللي احنا كنا لسه رسمينا من شوية انت بتشوفينا؟ اه اهو دي المرأة مين؟ المقعرة المقعرة سطحها العكس بيبقى ده خيلي مش كده؟ اه واده المحور بتاعي قادي به وقادي مين؟ 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 معايا يا إسراء؟ ايه معايا اه لو أنا إسراء بقى حطيت الجسم عند به به؟ اه تمام؟ الجسم بتاعي محتوط في البقرة اه يبقى بصي كل شعاع هيخرج منه بيسكت على مين؟ يسكت على مين؟ على المراية اه بيرجع شكله ايه؟ فاكرة مسارات الأشعة؟ قلنا الشعاع الساكت مر بالبقرة ينعكس موازن المحر ما هي حاجة وعكسها الشعاع اللي جاي موازي بينعكس مر بالبقرة تمام؟ اه طب الشعاع اللي جاي مر بالبقرة بينعكس موازي اذا ده لما يرجع هيرجع كده صح؟ اه وده لما يرجع هيرجع كده ولو عملتي اكتر من شعاعك تاني كده كله هيرجع بمتوازي كده يبقى هتتكون صورة؟ الصورة هتتكون في مالة نهاية يعني مش هتتكون معايا صورة اه لان كل الاشعة ولو قلت كمان قولي لي السبب ايه لان الجسم وضح في بقرة المرقاة وبالتالي كل الاشعة السقطة على مين؟ على المراية بتكون مرة بالبقرة فبتنعكس موازن المين؟ للمحور وبالتالي لا تتكون صورة او بتتكون صورة في مالة ايه؟ في مالة نهاية فهمها؟ اه تمام اي سؤال عندك تحت أمر؟ شكرا اسراء من أسوان تمام بنبدأ بقى نشوف أنواع بقى الخلايا زي ما اتفقنا قلنا ان في عندي نوعين من الانقسام يعني كل نوع متصل بخلايا معين فلو كانت الخلايا جسدية يبقى الانقسام الميتوزي اللي الخلايا بتنقسم فيه الى خليتين متمثلتين تماما وقلنا الهدف من هذا الانقسام هو النمو اللي اني بجيب خلايا ممثلة للخلايا الام وتجديد التالف طب النوع التاني اللي لسه كنا رسمينه دلوقتي ان الخلايا الواحدة بتنقسم الى اربع خلايا اربع خلايا مش خليتين كل واحدة فيها ان او نون كروموزوم نصف عدد الكروموزومات نصف عدد الكروموزومات طب هي بتفيدني في ايه لما طلح خلايا فيها نصف عدد الكروموزومات دي بتفيد في تكوين الامشاج يعني ايه امشاج الخلايا التناسولية المذكرة والخلايا التناسولية المؤنس لان الخلايا التناسولية المذكرة زي حبوب اللي قح في النبات وزي الحيوانات المنوية في الانسان او في الحيوان بتيجي تعمل عملية إخصاب وتتحد مع البويضة اللي هي الخلايا التناسلية المؤنسة وتبدأ تدين الزيجوت فلو جات الخلية التناسلية المذكرة فيها نصف العدد والخلية التناسلية المؤنسة فيها نصف العدد فلما يتحدوا مع بعضوا يدوني الزيجوت يدوني خلية كاملة اللي هي فيها اتنين نون شايفين الهدف ايه؟ لكن لو أنا بقى كله اتنين نون اتنين نون طب لما يتيجي الخلية المذكرة 2 نون تتحد مع خلية مؤنسة 2 نون. يبقى هيديني خلية 4 نون مفيش خلية 4 نون. لان احنا قلنا الخلية الكاملة هي اللي بتحتوي على 2 نون او 2N كروموزومز يعني فيها عدد الكروموزومات كامل. يبقى الانقسام الميوزي او الاختزالي له فايدة مهمة جدا ان هو بيكون لي الامشاج لهو ما كانش تكونة الامشاج ايه هي الامشاج؟ الخلايا التناسلية المذكرة والخلايا التناسلية المؤنسة. لانهم لما بيتحدوا مع بعض في عمليات الاخصاب بيدوني ازايجوت يبقى ازايجوت هنا كائن في الخلايا كاملة اللي هي 2N كروموزومز وبالتالي يحصل له عمليات انقسام ميتوزي تاني ويبدأ يتضاعف ويكون جنين ويكون كائن جديد تعالوا بقى نشوف الخلية نفسها والعملية دي بتتم ازاي وبتحدث ازاي. فبنقول النواة بتاعة الخلية بتحتوي على المادة الوراثية المادة الوراثية دي بتتكون من حاجة اسمها الكروموزومات الكروموزومات او الصبغيات والكروموزومات دي هي العامل الاساسي او اللي بتقوم بالدور الرئيسي في انقسام الخلية. بصوا ادي شكل الخلية هو زي ما أنتم شايفين. جوه هنا جوه النواة دي النواة كده بتاعة الخلية. طبعا كلنا عارفين الخلية. كلنا عارفين تركيب الخلية الحيوانية اللي بتتركب من السيتو بلازم ويه جوه نواة النواة دي جوها مين جوها كروموسومات اللي احنا بنقول عليها بتحمل المادة الوراثية بصوا على المنظر ده المنظر ده الكروموسوم اهو ده كده اسمه الكروموسوم يعني احنا بناخد واحد من هنا نكبره الكروموسوم ده بيكون من خيطين كل واحد بيسمى كروماتايد يبقى ده كروماتايد وده كروماتايد الاتنين كروماتايد دول بيتصلوا ببعض في نقطة هنا النقطة الاتصال بتاعة الاثنين كروماتويد بنسميها السنترومير يبقى لو قال لي ايه هو التركيب بتاع الكروموزومز يبقى الكروموزومز يتركيبه من خيطين كل من هما يطلق عليه كروماتويد بيتصلوا من نقطة نقطة الاتصال اسمها السنترومين السنترومير طب نشوف معه بعض كده قدي التركيب العام للكروموزومز نشوفه بيتركب من ايه زي ما احنا لسه قيلين يبقى الكروموزومز يتركب من خيطين متصلين معنا عند السنترومير كل خيط من هزين الخيطين بيسمى الكروماتايد كيميائيا بقى الكروموزومز بيتكون من حمض نووي وبروتين خد بالك بقى فيه تركيب وفيه تركيب كيميائي الشكل التركيبي للكروموزومز خيطين متصلين من نقطة السنترومير كل خط منهم اسمه كروماتايد لكن التركيب الكيميائي الكروموزومز جواه حمض نووي اللي هو الDNA وبروتين والحمض النووي ده هو اللي بيحمل الصفات الوراثية للكائن الحي يبقى الحمد النوى هو اللي بيحمل الصفات مين الوراثية للكائن الحي تعالوا نروح مع بعض بقى مع أول نوع من أنواع الانقسام اللي احنا بنسميه القسام الميتوزي نبص مع بعض كده على الفيديو ده قادي انقسام ميتوزي بيحصل الأول الطور البيني اللي بتتضاعف فيه مكونات الخلية بعد كده طبعا كل نوع من الانقسام بيمر بأربع مراحل بيبدأ يتحد الكروموسومات وبتبدأ تصطف هاي النواع شايفين بتنفصل وتعمل اتنين تمام الكروموسومات هتبدأ تتحد هناخد كل ده دلوقتي بالتفصيل بس نشوف الفيديو معنا أكتر من فيديو هيوضح لي عملية الانقسام اهو ده اللي بيحصل في الطور الأول بتبدأ الكروموسومات تصطف تمام في الطور الاستوائي شايفين بقى الخيط المغزلي بيمر بنقطة السنتروميرز في كل الكروموسومات شايفين وبين جدا ادي ده بنسميه خطوط المغزل او الخط المغزلي تمام بيبدأ يكون شبكة مغزلية بتبدأ الكروموسومات تصطف في الطور الاستوائي عند اهو زي ما احنا شايفين تبدأ بعد كده يحصل انكماش كل عدد من الكروموسومات بعد ما تضعفت طبعا بتنقسم فما تضعف وتنقسم تديني نفس العدد ترجع تاني الكروموسومات وتخش فين تماما هي مع النواة اللي انقسمت وتبدأ تكون شبكة كروماتيدية تاني وكروموسومات تاني وشايفين بدأت الخلية الوحدة تبقى كام تبقى خليتين متماسلتين يعني خليتين شكل بعض بالزبط يبقى ده اسمه الانقسام اهو يمكن هنجبها لكم ويمكن بتنقسم الخلية الوحدة الى خليتين متماسلتين تماما يبقى ده شكل توضيحي بيبين لي كده عملية الانقسام الميتوزي اللي بيحدث فيه الخلايا الجسدية تمام احنا جلنا اتصال من ولية عمر من السويس يعني واضح ان عندها برد الف سلامة ما قدرتش تدخل علينا هي طلبة حلقة مراجعة عن المرايا والعدسات حاضر منعنينا حاضر احنا طبيعي يعني بقى ان حلقة ان شاء الله نخلص الحلقة الجاية وهنعمل مراجعة كاملة بإذن الله ونركز فيها يعني ان شاء الله الحلقة الجاية هي اخر حلقة في حلقات الشرح وبإذن الله ابتداء من الاسبوع المراجعات تمام تمام نشوف مع بعض بقى احنا شوفنا فيديو متى اللي الفيديو كان توضيحي انا عارف ان الفيديو جاء قبل ما نقول المراحل فاحنا هنرجع نقول تاني المراحل ونشوف فيديو تاني مختلف برضو بيبين لي عملية الانقسام الميتوزي اللي انا بقول هدفه ان انا اعمل خلايا متمثلة هدفه النمو هدفه تعويض التالف من الانسجة بتكوين خلايا ممثلة طب ايه اللي بيحصل عشان الخلية تنقص بتمر الخلية الاول زي ما بنشوف مع بعض كده قبل عملية الانقسام بمرحلة اللي احنا بنسميها الطور البيني بيحدث فيها بعض العمليات الحيوية استعداد للانقسام خلية دخل على عملية انقسام يبقى لازم تعمل بعض العمليات الحيوية المهمة اللي بتهيأ الخلية للانقسام دي بنسميها الطور البين طب تستعد للدخول في مرحلة الانقسام او مراحل الانقسام الميتوزي بتتم مضاعفة المادة الوراثية في الخلية هبقى وضح الحتة دي كده لما أخلصلكم بس المراحل نبدأ بقى في أول مرحلة تدخل الخلية في مرحلة انقسام الميتوزي اللي بيحدث في أربع مراحل أو أطوار يعني ممكن نقول أربع مراحل وممكن نقول أربع أطوار الأولاني خالص بنسميه الطور التمهيدي يعني التمهيد لعملية الانقسام إيه اللي بيحصل فيه؟ الشبكة الكروماتينية للمادة الوراثية بتتكسف وبتظهر على شكل خيوط طويلة شفناها رفيعة مزدوجة الكروموسومات بتتكون شبكة من الخيوط تمتد بين قطبي الخلية تسمى المغزل شفناه إحنا وإحنا الخط بيمر كده بنقطة السنتروميرز تتكون خيوط المغزل في الخلية الحيوانية من الجسم المركزي ودي حتة مهمة قوي أما في الخلية النباتية فتتشكل خيوط المغزل من تكسف السيتوبلازم في القطبي أنا عايز كنت ركزه قوي في الحتة دي لأن فيه طلبة بيقولولي طب هو دلوقتي في الخلية الحيوانية تكونت خطوط المغزل تمام كده من الجسم المركزي طب في الخلية النباتية بتتكون منين بتتكون من تكسف السيتوبلازم في القطبي طب إيه بيحصل تاني بنقول بيتصل كل كروموسوم بأحد خيوط المغزل بواسطة السنترومير تختفي في نهاية هذا الطور النووي النووي بتختفي بقى والغشاء النووي لأن الخلية خلاصة تصبح خليتين فالغشاء اللي موجودة عندي والنووي بيختفي والنووي بتبدأ تختفي بيجي بعد كده الطور التاني الطور الاستوائي اللي هو بتصطف فيه الكروموسومات زي ما انتم شايفينها كده المتضعفة على خط الاستواء بين الخلية بعد ما النووي انقسمت جزء منها تتجه في أحد جانبي الخلية في هذا الطور تتجه الكروموسومات إلى خط استواء الخلية شايفينه هاي هذه الكروموسومات هاي كل كروموسوم فيه متصل بنقطة السنترومير وهتصل كل كروموسوم زبخيط من خيوط المغزل عند السنترومير طب نكمل بس بعد آه معنا ياسمين من الحومدية أهلا بك ياسمين يا اسمين السلام ازايك يا مسيح ازايك يا اسمين علي صوتك بعد ياسمك حضر حضركم كنت تعود والسؤال اتفضلي وضع جسم على بعد أقل وضع جسم على بعد على بعد أقل من البعد البقري من البعد البقري لعدسة محدبة لعدسة محدبة مواصفات الصورة المتكونة مواصفات الصورة المتكونة اوه هي جب انت عاوز يعرف حدادية حقيقية لا أنا مستمع increases مواصفات الصورة المتكونة ايه بس هو جايب هي ع انت لا تقول يعني اوه تمام اتفضلي اتفضل فانا كنت عاوز يعرف اللي هي التقديرية وحقيقية توفن عايزة تعرف ايه تقديرية أو حقيقية للعين او تقديرية أو حقيقية طب برضو أنا ممكن اقول لك على طول. انا ممكن اقول لك على طول. احنا لسه كنا قيلينها شوية بس قيلينها في المراي. بس احنا ما بنحبش نقول يا ياسمين صح? احنا بنحب نشتغل عملي. اه. دي مين دي? دي مين? المين مركز الا? دي مين اللي انا رسمتها دلوقتي? العدسة المحدبة. العدسة المحدبة. وده مين? ها? ده بنسميه المحور. اللي هنا بتبقى عندي بي وهنا عندي مين? وهنا عندي بي وهنا عندي مين? مين. تمام كده? باج احط الجسم. انت بتقوليني وضع جسم على بعد اقل منين? من البعد البقري. اه. فبحط الجسم هنا. تمام كده? اول شعاع هينزل بيكون موازي للمحور. مش كده? معي ولا مش معاي? فبيبدأ الصوت تقريبا. طب ها نكلمها. طب تبعينا تبعينا يا ياسمين تقريبا الخط قطع. فبيبدأ هنا ينكسر ويخرج مين? مر بمين? بالبقرة. تمام? طب الشعاع التاني هجيبه مر بالمركز البصري اهو. اللي هو بيخرج دون ان يعاني انكسار. يبقى ده خرج كده وده خرج كده. اللي اتنين لم يطلق. ملتقوش. ده ماشي كده وده ماشي كده. خدوا بالكم في العدسة كنا بنعمل في المراية. بنعمل في ناحية اخرى ان المراية كان بتعكس. انما هنا الشوعاع الدوء بينكسر ويخرج. هنا بيمر بالمركز البصري. فبيخرج دون ان يعاني اي انكسار. لو لاحظت الشوعاعين هل ايوم مش هيتقابلوا. لو عملت امتداد لدا كده. وامتداد لده كده فلاحظ ان الامتدادين هم اللي بيتقابلوا وطالما الامتدادين هم اللي تقابلوا يبقى الصورة تقديرية لان الصورة الحقيقية بتيجي من طلاقي الاشعة المنكسرة الخارجة لكن هنا الاشعة اللي انكسرتها هي زي ما انت شايفها ياسمين مش تطلاقة لكن لو عملت لها امتدادات هتبدأ تطلاقة فالصورة هنا هتبقى تقديرية لانها جاية من طلاقي امتدادات الاشعة المنكسرة اللي هي الخارجة من العدسة والصورة بدل تقديرية هتبقى معتادلة زي ما انت شايفها وكمان مكبرة لان ادي الجسم هو انا بوضحه و ادي صورته هي شايفة مين اكبر يبقى صورة تقديرية معتادلة مكبرة يبقى دي اللي هي خصائص او مواصفات الصورة اللي هو طالبها مني في السؤال بتاعي وبرضو سؤال جميل يمكن اختلف شوية عن سؤال زي مليتا اللي كان قبل كده هي كان بتتكلم في المراية هنا بتتكلم في العدسة لكن الخصائصية هي ارسم الرسمة بتاعتي احط الجسم بتاعي في المكان اللي بيقول عليه اخرج الاشعة احنا اخدنا حاجة مهمة اوه يا سيد ياسر اللي هي مسارات الاشعة السقطة على المراية والعدسة احنا مش واخدينها عشان يعني نحفظ اذا كده لا ده عشان امارس ارسم الجسم بتاعي اخد المستقيم بتاعي اللي موازي ورجعه مر بالبقرة اخد اللي مر بالبقرة رجعه موازي اخد اللي مر بالمركز يخرج او ينعكس على نفسه او بالمركز البصري يبقى دون ان يعاني ايه انكسار واشوف بقى مين بيه تلقى لو الاشعة المنعكسة في المرايةها هي اللي تلقت تبقى صورة حقيقية لو امتداداتها اللي تلقت يعني اشعة المنعكسة ما تقابلتش لكن الامتدادات اللي انا عملتها تلقت تبقى صورة تقديرية وايضا في العدسات نشوف بقى مع بعضينا الطور التاني او المرحلة التانية من عملية الانقسام الميتوزي اللي احنا قلنا اول حاجة الطور التمهيدي اللي حصل فيه تكسف للمادة الوراثية وبدأت في نهاية المرحلة دية تبدأ النواة تختفي والغشاء النواة يختفي نشوف بقى الطور الاستوائي اللي كل الكروموسومات ستتتجه الى الخط استوائي الخلية زي ما انتم شايفينها صف فوق بعضها هي وبتتصل طبعا مع بعضها بخيوط المغزل اللي بتمر من عند السنترومير شايفين الطور بقى التالت اللي هو الطور الانفصالي تبدأ بقى ينقسم سنترومير كل كروموسومز الى نصفين طوليا يعني خدوا بالكو ان الكروموسوم ده مع ده كانوا الاتنين متحدين في المرحلة اللي قبل كده او الطور اللي قبل كده لا بينفاصلوا من بعد من عند السنترومير ينفاصلوا عن بعضهم تبدأ خيوط المغزل في التقلص اللي هي ماشية من وسط السنتروميرز ده تتقلص تكيش فترجع الكروموسومات في ناحية احد الجوانب ومن الجانب الاخر الكروموسومات ترجع للجانب الاخر تبدأ خيوط المغزل في التقلص فتتكون مجموعتين متشابهتين بنحاول نشوفهم في الرسمة هو من الكروماتودات تتجه كل مجموعة إلى أحد كطباي الخالية زي ما احنا شايفين كده في الطور النهائي بقى أو في المرحلة النهائية في هذا الطور تحدث مجموعة من التغيرات العكسية العكسية عكس الحالة أو عكس الطور التمهيدي هنا بتحدث مجموعة من التغيرات العكسية ترتب علي تكوين كروموسومات كاملة متساوية العدد مع كروموسومات الخالية الأم تتكون خيوط نووية خدوا بالكم النووية هناك بتختفي ثم شبكة نووية الشبكة هناك بتتحلل وبتتفكت ثم تتكون خليتان جديدتان مستقلتان بكل واحدة منهم نفس عدد الكروموسومات مثل الخالية الأم شايفين تكسف حصلة هوت كل الكروموسومات الجمعت ادتني أدي خلية وأدي خلية يبقوا خليتين زي الخالية الأم الفيديو هنا معنا هو هنشوف ده الانقسام زي ما احنا شايفين برضو أو عملية الانقسام اللي هي بتحدث في الخلية ده برضو بداية يعني عملية بداية من التكوين بتاعة الخلية في الأول خالص اللي هي عملية الانقسام اللي ممكن تمر بيها الخلية بتاعته طيب لو احنا انتقلنا مع بعض كده وشوفنا الانقسام بقى التاني اللي احنا بنسميه الانقسام زي ما احنا شايفين كده الميوزي انقسام ميوزي يعني انقسام اختزالي اللي هو بيحدث فيه الخلايا اللي احنا بنسميها الخلايا التناسلي يبقى نركز مع بعض الانقسام الميوزي بيحدث فيه الخلية الجسدي وبيديني خليتين متماثلتين تماما فيهم العدد الكامل من الكروموسومات مساوي للخلية الام نما الانقسام الميوزي اللي هنبدأ فيه دلوقتي ان الخلية بتنقسم الى مجموعة من الخلايا اللي هي عددها اربعة كل خلية هتحتوي على نصف عدد الكروموسومات فيه اتصال اه لا اكمل اه بس يعني ممكن احكي قول الجزء الاخير دي تاني تمام يعني انا عندي دلوقتي بس قبل ما اخش في الانقسام الميوزي بقول لهم هو ناتج الانقسام الميتوزي ايه الانقسام الميتوزي كان بيحدث فيه الخلايا الجسدي تمام انما الانقسام الميوزي هيحدث فيه الخلية التناسلي تمام طيب اسمح لي هنتوقف قليلا ونكمل الانقسام الميوزي ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا اهلا بكم مرة اخرى مشاهدين اطلاب شهادة الاعدادية يعني لم يتبقى غير دقائق قليلة جدا على نهاية الحلقة فلو حضرتك تكمل بقى الجزء الخاص بالانقسام الميوزي عندك ايه تقوله قبل دهية الحلقة تمام هو طبعا انا بأكد عليهم ان شاء الله في الحلقة الجاية هنكمل وهناخد التكاثر بس انا بقول لهم هو الفرق ما بين الانقسام الميتوزي والانقسام الميوزي اللي احنا هنشوفه مع بعض يعني كتوضيح خالص ان الانقسام الميتوزي بيديني خلايا مماثلة للخلية الام والهدف منه هو النمو وتعويض التالف لاني بجيب خلايا مماثلة تماما للام بتحتوى على نفس عدد الكروموسومات او العدد الكامل من الكروموسومات انما الانقسام الميوزي ده بيحدث في الخلايا التناسلية لو بينتج عنه تكوين الامشاج وده بيتم الاول ان الخلية بتنقسم الى خليتين كل واحدة بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات اقول تاني الخلية الواحدة بتنقسم الاول انقسام ميوزي يعني ايه ميوزي يعني اختزالي يعني الخلية تنقسم الى خليتين كل واحدة فيها نصف العدد طب انت قلت اربعة لي يا مستر وانت بترسم اقولك لان بيحصل فيها نوعين من الانقسام بعد ما بيحصل الانقسام الميوزي اللي الخلية بتنقسم الى خليتين كل واحدة فيها نون او نصف العدد بتبدأ الخلية دي تنقسم انقسام ميتوزي فكل خلية فيها نون تدي اتنين يبقى اصبح اربعة يبقى انا في الحالة دي محصلة الانقسام الميوزي هي انتاج اربعة خلايا كل خلية تحتوي على نصف العدد وده طبعا بيفيدني فيه انتاج الامشاج المذكرة والمؤنسة تمام اسئلة سريعة قبل من انهي الحلقة بتبقسم تنتج الامشاج عن طريق انقسام طبعا لسه ايلين دلوقتي انقسام ميوزي تمام يتركب ايه من خيطين يعرف كل منهما بالكروماتيد طبعا ده الكروموسوم يتركب الكروموسوم كيميائيا من حمض نووي يسمى طبعا حمض الدي ان اي والمسؤول عن المادة الوراثية والبروتين تمام المغزل في الخلية الحيونية من الجسم المركزي المركزي بشكرك في نهاية الحلقة استاذ محمد عبد المقصود خبير مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا اذا مشاهدين طلاب الشهادة الاعدادية وصلنا لنهاية هذه الحلقة كنا معكم الوحدة الرابعة والانقسام الخلوي ما تنسوش معتكم يوميا من خمسة ونصف لستة ونصف واعادة الحلقات بتكون الساعة ستة صباحا بكرا ان شاء الله معتكم مع رياضة لغات الجروب موجود وعلي المدرسين يعني في اي وقت تقدروا تسألوهم اسئلة ويردهم عليكم اشكركم ونلقاكم في حلقة قادمة الى لقاء